يقول السلام عليكم يا فضلت الشيخ أختي في بنا وبين جزها مشاكل ومنعها من الزيارة من حوالي ثلاث سنين يعني منعها من زيارة أهلها بعد الثلاث سنين وأنا متجوزة وبرضو زوجي بيقول لي هي ما بتسألش عليك هل أنا كده قاطعة رحم مع العلم إن ماما متوفية يبقى أختي في بنا وبين جزها آه مشاكل يبقى إيه اللي حاصل السائلة بتقول إن جزها بيحمسها إن هي ما تسألش على أختها فبيقول هل ده من قاطع سلوة الرحم إيه وصلوا يا أختك وصلوا يا أختك بأقل ما يمكن أن توصلها بي ولو باتصال بالتليفون ولو كل موسم تعملي كده وحاولي دايما تبيني لزوجك إن أنت مش بتبلغي في الاتصال بيها أنت بتعملي الكلام ده بس عشان برا بأمك وعشان كمان ده كمان يدخل عليك الساعة الساعة وتفهمي إن ده وقت بيبارك في البيت فاتواصلي مع أختك بما تستطيعي وبما هي تقبله ليه طيب؟ لإن ده وقت اللي هيبرئ ذمتك ويجعلك إن شاء الله لإن حضرت النبي قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها ربنا يجعلها دايما في ميزان حسناتك السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت يا شيخ لو سمحت يا شيخنا ممكن سؤال وأقتصر في الكلام أنا متجوزة من سنة وشوية من فترة لقيت رسالة من أخو جوزي بعيتلي ما يعرفش إني أنا ورديت عليه وعرفته بنفسي وما تكلمناش تاني بس أنا فضل في بالي إن بيكلم بنات وأخلاقه ومش زي ما أنا فاكرة فحبيت أتأكد ربنا يسامحك فحبيت أتأكد وبالصدفة فتحت صفحته وللأسف لقيت حاجات استغفر الله العظيم وإنه شاز جنسيا أنا تصدمت وما قلتش لحد حتى جوزي بس بجد خايفة منه وخايفة على ابني لو قاعد عندهم في بيت جده هل أقول لجوزي ولا أوجه الشخص ده ولا أعمل إيه أولا حضرتك من إيه أنت أكدت إن هو كده يعني هو نشر على صفحته ولا أنت تلصصت على صفحته ما إحنا لازم نفهم هل إنت عملت الكلام ده بشكل صحيح ولا لا إن فيه واحد دلوقتي حد يسمعني يقول لي هي أهم حاجة إن ده شاز إحنا أصلا مش متؤكدين ده فيه عرض وواحد بنتكلم في عرضه دلوقتي فحنا ما نفعش إن إحنا نتكلم في عرضه حد من غير ما نتيقن يجي واحد يقول لي افرد تيقنت خلاص حتى الشذوذ ده لي طرق لحله إيه اللي حاصل أنا أحصن ابني وأخلي ابني ما يبقاش موجود هناك إلا وأنا معاه أو أكلم ابني وربيه على إن هو يخلي باله من التحرش به طيب الشخص الشاذ ده بقى في كثير من المصابين بالشذوذ لازم نتعامل معهم على إنهم لازم نعالجهم ونساعدهم على العلاج لأن الأمر ده درجات الشخص ده مرتكب كبير لكن حقق علينا إن إحنا نعالجه وننصحه مش نفضحه بحيث إن في الآخر خالص نقطع أي سبيل من سبل علاجه أعيد الكلام تاني وقد يكون صادم لبعض الناس بقول بكل وضوح الناس دولا محتاجين إن إحنا نكون عونا لهم على شيطانهم آه مش لما واحد يعمل فينا حاجة فجة وسخيفة نتبحه حضرت النبي رفض الحكاية دي الراجل بيشرب الخمر وكل شوية يشرب الخمر ويجي ويجلد فيجي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة خالص يجي واحد يقول ما زالت نفسه تتقلبه علي حتى يأتي فيجلدك الكلب قال صح اسكت لا تكن عونا للشيطان على أخيك فإنه ما زال يحب الله ورسوله حتى يأتي يقول لك الشيخ بيقول لك أن الشوزاز بيحبه الله ما يقول لك حصلش في ناس كتيرا كانت نتيجة فأنت لازم تعمل كده وإحنا لازم نقول كده هذا الشخص لو أن الناس ضغطت عليه فراح انتحر هم كده عملوا عليهم لا لازم نساعد الناس عشان يخرجوا من هذه القذورات وخاصة أن في مليون حد دلوقتي بيكلمهم بكلام يخليهم يفضلوا على هذه القذورات اللي هو ما فيهم فإنه حصل حضرت النبي قال للشخص ترفق بيه فقال له عمله بالمنطق أترضاه لأمك أترضاه لأختك خرجوا من هذا المنطق نجي نكلم الناس دي انت شايف كده ان دي رجولة انت شايف ان ده يرضي ربنا وبالهوينة كده لغاية ما إيه اللي حاصل يمد يوده يقول لك انقذني من ده وإحنا لازم نكون بندعم اللي احنا ننقذ الناس دي من اللي هم فيه ده بتقول لي لي أعمل ايه المسألة بسيطة ابعتي له ان في حد عرف الكلام ده أو ان انت أصلا مش متيقنة انت حضرتك بتقولي انا شفت الحساب بتاعه حضرتك لازم تكون هكرت الحساب بتاعه لازم تكوني عرفت البسورد ودخلتي وانا مش عارف انت عملت ده كله ليه يعني انا مش عارف انت ليه عملت كل ده عشان تتبع عورة مسلم لاتيك يا ستي ده انت كمان قلت عبارة في السؤال قلت ايه بس لتطلع غير اللي احنا فاكرينه خالص يعني الراجل كان في ستر الله وانت مشيت وراء لغاية ما فضحتيه واحد بقى ييجي يقول لي ده شاعة عز ما بلاش للحمقة دي احنا اولا مش متأكدين انه ان الراجل ده كده يبقى كلامي لصحبة السؤال الكلام السابق ده كان كلام لعموم المسلمين كلام اللي صحبة السؤال انت كنت آثمة لما تلصصت على عورات المسلمين طب تعملي ايه شوفي شخص قريب من هذا الشخص انه يتفقد حاله ويعرف حاله ايه وحس الناس انه يتروح تبقى قريبة منه فاذا عرفوا ده يساعدون انه يتعالج ويساعدون انه يخرج من ده لان الله سبحانه وتعالى يحب ان العباد يكونوا في حياة طاهرة نظيفة وانحنا النهاردة عندنا حديث ان الله طيب ولا يقبلوا الا طيبة فعسى ده ان شاء الله يكون سبب من سبب طهرته اذا كان وقع في هذه القذورات السؤال اللي بعد كده ينفع طلع الزكاة من فوائد البنك اه طبعا اولا ما فيش حاجة اسمها فوائد البنك احنا اللي عندنا ده اذا كان انت اوضعت المال في البنك سواء في حساب جاري او حساب استثماري او في شكل وديع او في شكل شهادة استثمار فكل دوة الريع العائد اللي بياجي منه اسمه ريع اسمه عائد ما اسموش فوائد لابد ان احنا نتعود على ده يبقى ده اسمه ايه ريع وليس فائدة فيبقى دوة من اشكال الكسب الحلال واذا كان من اشكال الكسب الحلال ينفع ان انا طلع منه الزكاة او ينفع طلع منه الزكاة لانه مال حلال يبقى اذا لابد ان احنا نفهم ده ان اداع المال في البنوك احد اشكال الاكتساب الحلال وعليه يجوز ان انا اخرج الزكاة من الريع اللي بيعود على المال المودع في البنك الان